أكيد خلال السنوات اللي فات شفنا اهتمام كبير بهذا القطاع المهم وشفنا المشروع القومي للطرق واللي بيغطي معظم محافظات الجمهورية وشفنا زي بيتم تطوير هذه الطرق الطرق القديمة وكمان إنشاء وشاء طرق جديدة مش بس كده كمان تم إدخال أنظمة جديدة لصيانة ورصف الطرق واستخدام الأسفلت المحسن بمخلفات البلاستيك كل هذه التفاصيل هنعرفها تقنيات الحديثة المستخدمة لصيانة ورصف الطرق من الدكتور حسن مهدي أستياز هندسة الطرق بجامعة إنشامس المنورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح خير على حضرتك والمشاهد الكريم يا أهلا بك يا فهدو قطاع مهم ما فيه الشكس قطاع الطرق ولي تدخلات مع قطاعات أخرى مختلفة لو هنتكلم عن أبرز ما تم في هذا القطاع خلال السنوات الماضية يعني هو قطاع الطرق جزء من منظومة النقل اللي الدولة تم بيها من 2014 لأن بدون وجود شبكة مواصلات جيدة مش هتقدر تدعم مشروعات تنمية مستدامة أو تجذب استثمارات داخلية وخارجية فطبعا في إطار ما تم في قطاع النقل البري أو قطاع الطرق تم إنشاء محاور جديدة وتم رفع كفاءة وصيانة وتوسعة محاور قائمة وتم دخول تقنيات حديثة يمكن على مستوى العالم ما هيش جديدة لكن هي بالنسبة لنا تجربة بتطبق بشكل جديد وطبعا ده برضو بدعم من الدولة والقيادة السياسية لأن احنا نخوض في هذه التقنيات الحديثة وبالتالي يبقى في عندي فرصة أن أنا أكتسب خبرات لأن أنا أستخدم هذه التقنيات لأن هذه التقنيات بتوفر سواء في الخمات أو المواد أو في التكلفة أو في سرعة تنفيذ مشروعات الطرق فنذكر على سبيل المثال تقنيات إعادة التدوير أو الريسايكلينج ودي برضو تم إدخالها بدل ما كنا بنكسر الرصف الأديم وبنرميه دلوقتي بقينا بنوعيد تدويره ونستخدمه مرة أخرى في طبقات الرصف سواء بتقنية إعادة التدوير بكامل عمق أو ما يطلق عليها الـ FDR وأصبح لدينا خبرات على مدار السنوات الماضية تم من خلال هذه الخبرات وضع ورقة عمل لإضافة مواصفات خاصة بهذه التقنية لتمهيدة لوضعها بالقود المصري للطرق بالإضافة إلى تقنيات إعادة التدوير على البارد أو ما يطلق عليه الخلطات الأسفلتية على البارد اللي هي CIR ودي برضو بقى عندنا خبرات مقبولة في هذا المجال تخلينا نقدر أن نستفيد من مواد الرصف اللي كنا زمان بنكسره ونرميه فأصبح دلوقتي بوفر خماته وبوفر فيه تكلفة الإنشاء موضوع جديد اللي هو استخدام مخلفات البلاستيك في الخلطات الأسفلتية وزارة النقل كانت بتقود هذه التجربة وبيشاركها كثير من الجهات المعنية على مستوى الدولة سواء من وزارة التعليم العالي أو الكلية الفنية العسكرية أو من الهيئة الهندسية القوات المسلحة ووزارة الإسكان مجموعة عمل كبيرة في الواقع كلهم منهم أدلة بدلوا من أجل الوصول إلى أن نعمل مخلوط أسفلتي بيستخدم فيه بعض مخلفات البلاستيك أو ما يطلق عليه الويست بلاستيك دا يتحمل يا فندم؟ هي الميزة أن بيتم استخدام مخلفات البلاستيك كما لو كانت محسن للخلطة الأسفلتية وبالتالي بيبقى أداء الخلطة الأسفلتية أفضل خصوصا مع درجات الحرارة المرتفعة والأحمال الموجودة أصبحت دلوقتي أعلى من الأحمال التصميمية ونأمل طبعا أن دا يتم تدركه لاحقا لما يكون فيه عندي منظومة النقل بالسكة الحديد تكتمل إن شاء الله هيبقى فيه عندي منع كامل للحمولات الزائدة على الشبكة إلى أن دا يتم لابد أن يكون فيه عندي أسفلتي يقدر يتحمل بشكل ما الحمولات الموجودة ودرجات الحرارة تم تطبيق التجربة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في قطاع طوله تقريبا 500 متر طولي وبيتم مرأبة القطاع اللي تم تنفيذه وإلى الآن بيدي نتائج جيدة وإن شاء الله تعالى إذا تم تعميم هذا الأمر سيكون مناسبة للطرق التي تواجه أحمال مرورية عليها مع نسبة شاحنات أو نقلة إيل مرتفع هيكون دا أنسب لأن الحاجة للصيانة هتكون أقل وبالتالي يبقى العمر التصميمي بتاعه أطول وبالتالي ما يطلق عليه الليف سايكل قوست أو اللي هو التكلفة على مدار عمر الرصف هتكون أقل وده هيوفر برضو للدولة طيب عظيم جدا دكتور الخريطة اللي على أساسها بنقول نحن محتاجين ننشئ محاور جديدة أو طرق جديدة إزاي بتتم ورأي حضرتك في المحاور جديدة اللي اتعاملت خلال الفترة اللي فاتت طبعا هو الدراسات النقل من خلال مخطط النقل الشامل للجمهورية وبتقول بالإضافة إلى خطط التنمية بتاعت الدولة يعني دايما النقل هو قطاع بيخدم مشروعات التنمية يعني بنشوف الخطط المستقبلية للدولة لإنشاء مدن جديدة لاستصلاح الزراعي لإنشاء مناطق صناعية للاستخدام استغلال الموارد الطبيعية من مناجم ومحاجر وخلافه وبناء عليها بيتم أخذ هذه الاستعمالات أو هذه الخطط في الاعتبار علشان أطلع ما يسمى بالمشروعات ذات الأولوية اللي بنقول فيها إحنا محتاجين نعمل هنا مشروع طريق أو مشروع سكة حديد أو كذا وبالتالي كل هذه المشروعات كانت بتخضع لدراسات جدوى فنية واقتصادية وكانت ناتجة من دراسة النقل القومي اللي بيحدث من فترة إلى أخرى وفقا للمتغيرات اللي موجودة منها دلوقتي أنه بقى عندنا تنمية ما كانتش موجودة في العقود الماضية لما بنتكلم على الرقعة العمرانية كانت 6% من مساحة نصر دلوقتي زادت لما يصل إلى 14% نتيجة الانتشار الأفقي على مساحة جغرافية أكبر ولم يأتي ذلك بسهولة ولكن كان نتيجة تعب ومشروعات قومية كبيرة تمت من خلال مشروعات الطرق ومشروعات السكة الحديد ومشروعات القهرباء ومشروعات المية والصرف الصحي عشان أقدر يبقى فيه عندي مناطق مأهولة فيها خدمات فتجذب استثمارات داخلية وخارجية وفي نفس الوقت أقدر أننا أبني مدن جديدة تستوعب الزيادة أنا عايز أقول أننا بنزيد 2.5 مليون مولود في العام وبالتالي لابد أن يكون فيه عندي فرصة للانتشار الأفقي علشان استوعب الكسافات والزيادة السكانية الموجودة وقطاع النقل بيأتي قطاع خدمي في هذه المنظومة المتكملة بهدف أنه يسمح بإنشاء المشروعات التي الدولة حطها في خطة مصر 2030 أو رؤية مصر 2050 من خلال أن يبقى فيه عندي شبكة مواصلات جيدة طبعا جنبا إلى جنب المشروعات النقل داخل المدن الدولة لم تهملها من خلال إكمال خطوط متر الأنفاء وإنشاء دلوقتي عندنا الخط الرابع والسادس تحت الإنشاء عندنا كمان نتكلم عن مترو اسكندرية مكان قطارة بوئير نتكلم عن تطوير طرام الاسكندرية نتكلم عن الBRT على الطريق الدائري كل هذه الأمور الBRT المرحلة الأولى منه تم افتتاحها وجاري استكمال عندنا مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل كل هذه المشروعات مبنية على درسات نقل ودرسات جدوى فنية وقتصادية مطلوبة بالإضافة أنها بتخف الضغط على الطرق العديمة طبعا وبعدين لما هيبقى عندي شبكة مواصلات عامة جيدة هتخلي حتى الكار اونرز أو مالك السيارات يسيب عربيته ويركب مترو الأنفاء يركب الBRT أو يركب المونوريل وبالتالي هي بتوفر بتقلل الزحام على شبكة الطرق بتقلل الإمبعاثات الغازية والتلاوث البيئي لناتج من وسائل النقل العام طيب دكتور المواد المستخدمة في رصف هذه الطرق هل بتختلف من الطرق السريعة طرق عليها محاجر مثلا الطرق داخل المدن جودة المواد بتختلف بالإضافة إلى نوعية السمكات أو سمك القطاع نفسه لما بنقول أن الطريق ده هيتحمل أحمال خفيفة بيبقى القطاع الإنشائي للرصف أقل من لو كان الطريق ده هيتحمل أحمال عالية بالإضافة إلى أن في بعض الأحيان بضطر أن أستخدم طبقات أساس محسنة سواء باستخدام الأسمنت أو باستخدام تقنية الف دي آر وغيرها من التقنيات الجديدة اللي بدأت دلوقتي تؤتي سمرها في ما تم تنفيذه من مشروعات حتى داخل المدن برضو بقينا نستخدم لأن أنا شايف أن الأسفلت الأديم والقطاع الرصف الموجود هي صروة محجرية وصروة لابد أن أنا أستفاد منها كان في الأول أو في السابق بيتم تكسيرها ونقلها للمقالب العمومية دلوقتي بقى بيتم إعادة تدويرها وده طبعا له مرضوض إيجابي جيد على توفير التكلفة وعلى الأسر البيئي لأن هذه المواب برضو لها أسر بيئي سيء إذا كنت برميها ما باستخدمهاش فكل هذه الأمور لها مرضوض جيد يعني عظيم لكن حضرتك وضحت في البداية نقطة استخدام المخلفات البلاستيك ده أحد التقنيات الجديدة وليس كلها يعني وليس كلها فيه ناس بتستخدم أن تعرف الإطارات القديمة بياخدوها ويفرموها إطارات الكويتش بتاعة العربيات وبيعملوا حاجة اسمها رابرايز دي أسفلت أو اللي هو الأسفلت المحسم بالرابر أو المطاد وده برضو تقنية موجودة وإحنا إن شاء الله برضو هنطبق هذه التقنية على سبيل التجريب يتحمل الحمولات برضو بزايد طبعا وبيقلل النويز وبيزود الفريكشن علشان لو فيه مناطق خطرة فممكن يبقى الفرامل آمنة أكتر من خلطات الأسفلتية العادية كل هذه الأمور إحنا بصدد تجربتها نحن لا نختارع العجلة ولكن نبدأ من حيث انتهى الآخرين علشان نقدر ننقل التقنية دي إلى الشركات المصرية ويبقى عندها قدرة أنها تنفذها وده يتحمل زي ما حالك ذكرت ودرجات الحرارة صحيح والحمولات الزيادة اللي موجودة يعني موضوع مخلفات البلاستيك هو عبارة عن بوليمر البوليسيلين أو مخلفات البلاستيك فبيحسم من قدرة الخلطة على تحمل أحمال أعلى وإحنا اخترنا طريق إسكندرية الزراعي بأعتبار أن الطريد عليه أحمال مرورية عالية جدا ونسبة شاحنات ونقلة إيل مرتفعة وجاري مرأبة القطاع دوا من كل أطراف التجربة سواء من وزارة النقل اللي بعتبر أنها منقامة بتنفيذ التجربة ولهم من كل تقدير للمجهود اللي بوزل بالإضافة إلى الجهات البحثية سواء المجلس الأعلى للجماعات أو أطراف الدراسة المختلفة بالإضافة للهيئة الهندسية وكلية الفنية العسكرية وغيرها من الأطراف اللي شاركتها عظيم إذن الهدف زي ما حضرتك ذكرت إن إحنا يكون عندنا شبك الطرق بتخدم قطاع التنمية وتتناسب مع الظروف المحلية والبيئية من الأحمال ودرجات الحرارة وخلافها جميل وبتختلف زي ما حضرتك ذكرت من مكان الآخر حسب الحمولات اللي موجودة على كل طريق وتصنيف درجة الطريق ده إيه بس طبعا أنا بقول إن الحل دو ماشي بالتوازي مع إن أنا بطور منظومة النقل بالسكة الحديد عشان لما تكمل إن شاء الله في القريب العاجل يبقى في عندي تقنين للحمولات لأن أنا مش من مصلحتي أخذ غرامة من السوائل لشاي الحمولة زيادة لأن تكلفة إصلاح الطريق أكتر بكتير من الغرامة اللي أنا بأخذها فأنا كدولة بخسر لكن لما يبقى في عندي نقل بالسكة الحديد واقتصاديات النقل بالسكة الحديد أفضل وتكلفته أقل وبالتالي يبقى نقل بالسكة الحديد ليس بديلا للنقل البري ولكن هيبقى شير مع النقل البري أو شريك للنقل البري في نقل البضائع لمسافات طويلة وبالتالي نحن نلاقي عندنا خطوط حديدية جديدة بتنشأ بيزيد طولها عن الألفين كيلو منها الخطوط القطار القهرباء السريع بخطوط التلاتة ومنها بعض المحاور اللوجستية الوزارة النقل بتنشئها بهدف ربط الموانئ البحرية بمناطق الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كل هذه الأمور منظومة متكملة من أجل أن يكون لدينا نظام نقل متعدد الوسائط قوي يقدر يلبي احتياجات الاقتصاد المصري صحيح وأعتقد كمان أن الاهتمام بهذه المنظومة منظومة الطرق بشكل عام لأهداف متعددة زي ما حضرتك ذكرت وليه تأثير كمان أعتقد على معدلات الحوادث نحن نشوف الخفاض في معدلات الحوادث خلال الفترة اللي فاتت فيه اهتمام فيه إرشادات على الطرق يعني فيما يخص الطرق أصارت نقطة قوية جدا أو كان المفروض نصيرها اللي هي موضوع الحوادث نحن عندنا طبعا منظومة الطرق لما اتطورت اتعاملت على أحدث المعايير من حيث الأمان المروري ومن حيث الأكواد والمواصفات لكن فيه جزء مهم اللي هو الانفورسمنت أو الرضا المروري لأنه مفيش مدينة على مستوى العالم فضلة يعني أنا بسمع الناس يقول لك ده برا الساعة 2 بالليل بتبقى الإشارة قفلة والناس بتحترم الإشارة وبتوقف لا هو بيحترم الإشارة عشان عليها كاميرا لأنه لو كسر الإشارة الساعة 2 بالليل هيتحبس الصبح وبالتالي احنا بنقول ان الانفورسمنت مكمل لما تم من تطويره وعشان كده احنا بنطبق نظام النقل الزاكي على شبكة الطرق القومية اللي تم إنشاءها من محاور أو اللي جاري رفع كفائتها أو تم رفع كفائتها هنلاقي بعض الطرق زي اسكندريا الصحراوي زي شوب رابانها زي القاهرة الإسماعيلية الصحراوي السويس الصحراوي أسيوت الغربي كل هذه الطرق أصبح عليها نظام النقل الزاكي بهدف ليس فقط مراقبة السرعات ولكن مراقبة السلوك عدم ارتداء حزام الأمان التحدث في الموبايل تناول المأكلات أطبعا تناول المأكلات أثناء السير استخدام الحراب بشكل خطأ لو أنا بقول النقل يلزم اليمين وهو بيستخدم الحرى الشمال كل هذه الأمور بقدر أن أنا أسجلها وبالتالي هيبقى في عندي شيء من الرقابة اللي هتساهم في الحد من معدلات الحوادث على وعلى أن برضو بعض الناس بتستخدم برامج بتحدد له الرادار فين فييجي عند الرادار ويهدي منظومة النقل الزاكي تداركت دا دلوقتي وبقدر لو هو هدى عند الرادار ورجع زود سرعيته بلقطه عند الرادار التاني لأن الرادارات بينها مسافات سبتة فلو هو المفروض يعد المسافة دي في عشر دقايق وهو عدها في تمانية يبقى هو كان ماشي بسرعة أعلى عشان كده بقول أن ما فيش داعي أننا نتبع الفهلاوة بأننا هدي عند الرادار سواء كان قائد مركبة أو فرض مشاء أو أي أن كان اللي بيستخدم الطريق فلابد أن نلتزم بهذه الإجراءات علشان نحق سلامة مرورية أفضل نورتنا فاندم وشرفتنا كل شكرا لحضرتك دكتور حسن مهدي وأستاذ هندسة الطرق بجمعة عين شمس ألف شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك